اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضفوا جدران تانيا جدران من المحبة جدران من التعاون جدران من الاخلاق جدران من الولاء والانتماء وده اللي احنا دايما بنعهده في نيافة الانبى بولا بشكرك نيافة الانبى بشكر الاباء الاساطفة على تشرفكوا لينا برحب بحضراتكم في محافظة الغربية بشكر اهلين من برمة بقولكم الف 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 مبروك على هذا الحصن على هذا المكان العظيم على هذه المدرسة مدرسة التنوير اللي فعلا انا بفخر وبسعد بكون في منتهى الاشتياق وانا جاي في حدث في الكنيسة خاصة لو بيشرف عليه نيافة الانبى بولا من حيث الدقة من حيث العمل منظومة من الحب والتعاون فعلا بجدر انا بهني حضرتك نيافة الانبى مش بس على تشين الكنيسة لا على محبة الناس ليك وعلى صفاتك الجميلة اللي قالوها وعلى فكرة هم ظلموك قالوا اربع صفات بس انا اعتقد ان هناك العديد من الصفات يمكن يعدوا الاربعتلاف مش الاربعة انا شخصين عارف منهم شوية صغيرين لكن اكيد فيه كتير جدا بقول الاهلي في برما وفي طنطة وفي محافظة الغربية دايما كلنا بخير دايما مصر بخير ودايما الجمهورية الجديدة تحت رئيسة السيد الرئيسة عفتاح السيسي بخير كل سنة وانتو طيبين والف مبروك ليس اشتركوا في القناة